نروح بقى للفاكرة المحببة لحضراتكم فاكرة نجم على الطريق النهاردة نجمنا هو لعب مميز بيلعب باكليفت موليد 2009 لعب سيف تامر نروح نشوف التقرير ده عن سيف تامر بعدها نروح لفاصل بعد الفاصل أستقبل ضيفي الكابتن أحمد بلان أنا سيف تامر لاعب النادي الأهلي مركزي بك شمال وأنا موليد 2009 وبقالي 4 سنين في نادي الأهلي أنا جيت الأهلي عن طريق كابتن تامر حيفني روح شافني في الأكيديمية واخدني قطعة النشان أنا تعلمت في الأهلي أن أنا آيات العكورة ولعب لغاية آخر دياء واحتلم الفانيل الحمد بابا ومار بيقولولي ما تعملش أي حاجة تضرك وخلي بالك عن نفسك وخلي بالك من مستقبلك ويعمل أن أنت عزش مستقبلك الكابتن ميدو مهر بيقول لنا لعبه سهل عشان ما تتعوروش أول لما أنا جي أقول لكم حاجة حاضر وما تجدلوش وأول لما أقول لكم اعملوا حاجة لازم تنفسوها وأول لما تجوا تتوعدوني تعملوا اللي أنتو قلتوها أنا جيبت السلفة تمن تجواني أنا نفسي أبقى زي علي مع لولا علشان هو بيقاتل عكورة وبيستسلمش أعلم أعالميا نفسي أبقى زي علي مرسله أنا بتفرج على مطشوط الأهلي ما بيفوتش ولا ماتش أما بشوف مطشوط الأهلي بيبقى نفسي أني في يوم الأيام أكون زيهم وألعب نفس لعبهم لأن هما عارفين كويس أن هما بيدعبوا بإسم مين وازم يقاتل عكورة أنا بحلم أني أكسب أفريقيا مع النادي الأهلي بقول لعيبة النادي الأهلي ما تجلقوش من حاجة أنتو مجهودكوا على السنة كبير جدا ما تضيعوش على أي حاجة في الأول في الآخر إحنا النادي الأهلي بنقصب أي حاجة أنا بقول جماهير النادي الأهلي في أي مطش نكون خسرانين لازم تحط طموحكوا لغاية أخذ ديقة يعني ما فيش حاجة دوعة فيه لسه لعيبة جاية ما كان اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي لسه فيه لعيبة جاية من النشين أقول بابا وماما شكرا على مساعدتكم وعلى صانتكم لا وربنا أخليكم اشتركوا في القناة